وقه رئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار تعزيز جهود الاستفادة من النجاحات التي حققها مشروع مستقبل مصر بالدلتة الجديدة بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في تطوير القطع الزراعي بالبلاد جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي لمتابعة توفير الاحتياجات اللازمة من المرافق والخدمات لمشروع مستقبل مصر بالدلتة الجديدة وغيرها من المشروعات عقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعقيد الدكتور بهاء الغنم المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة صرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة توفير الاحتياجات اللازمة من المرافق والخدمات لسيما في قطعات الكهرباء والمياه والري لمشروع مستقبل مصر بالدلتة الجديدة ومشروعات التنمية الزراعية بالفيوم والمينيا وبنسويف ومشروع سنابل سونو بأسوان ومشروع منطقة الدخلة بجنوب مصر وذلك في إطار حرص الدولة على توفير منتجات زراعية بجودة مرتفعة للأسواق المحلية بأسعار مناسبة للمواطنين بالإضافة إلى زيادة معدلات التصدير للخارج وقد وجه السيد رئيس خلال الاجتماع باستمرار وتعزيز جهود الاستفادة من النجاحات التي حققها المشروع بما يصهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في تطوير القطاع الزراعي بالبلاد وتحقيق طفرة في الرقعة الزراعية بما يضمن الأمن الغذائي في البلاد ويحميه من التقلبات الدولية فضلا عن زيادة معدلات نمو الدخل القومي